اليوم سنراجع مع بعض وحش سامسونج A52S 5G هيا بنا اشتركوا في القناة السلام عليكم ايه الاخبار و اهلا بكم في فيديو جديد اليوم سنراجع الوحش انظر انه من الاخر انا احب سامسونج جدا ومعجب اوي بالموبايل ولكن في العمل انا لا اعرف يوم مرحميني سنفصص الموبايل مع بعض وسنعرف الامكانيات والمميزات والعيوب وكل شيء عن هذا الموبايل قبل ان نبدأ دعك حلو و اعمل لايك للفيديو ولو انت مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك لكي الكلام يحلو قبل ان نبدأ ان نرى محتويات علبة الموبايل حسنا في زمان الدنيا كان فيها بركة فيين ايام الان سابعين والان سابعين كانت علبة الموبايل قد علبة الجاتو تقريبا وفيها اثنين شاحن و اثنين سماعة و كروت ميموري و هاوسنج و كافر للموبايل و هيصة دلوقتي حبه حبه هتاخذ الموبايل في ايدك وتراوح عادي المهم طيب علبة الموبايل مفيهاش حاجات كتير هنفتحها دلوقتي مع بعض ده الموبايل بتاعنا هنفتحها تمام هنا ده كتاب الارشادات بتاع الموبايل و ده الجراب الشفاف السيليكون العادي اللي بيجي مع الموبايل هنا السلك بتاع الشاحن هنا الشاحن فيه كمان الادبوس بتاع الخطوط اللي هو ده يعني ده ببساطة كل محتويات العلبة الموبايل و السلك بتاع الشاحن وكتاب الإرشادات ودبوس الخطوط هذه كل محتويات العلبة ولا يوجد سماعة أو كل هذا كل محتويات حسنا، رأينا الموبايل وفتحنا علبته مع بعض الآن سنعرف إمكانيات هذا الموبايل المعالج والكاميرات والحركات والكلام الموبايل يأتي بشاشة Full HD بحجم 6.5 بوصة Super AMOLED 120Hz بدقة 1080x2400 ألوان الشاشة حاجة في منتهى الروعة بصراحة ويأتي بمعالج Snapdragon 778J ثماني النواة ويدعم خاصية 5G وفي ذاكرة الداخلية، يجب إصدارها 128 جيجا بايت والثاني 256 جيجا بايت ولكن الإصدار الذي معنا هو 256 جيجا بايت ولكن لسعة تخزين الذاكرة هذا الموبايل 8 جيجا بايت الموبايل يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وبأربع كاميرات خلفية مع الفلاش واحدة بدقة 64 ميجابيكسل واحدة بدقة 12 ميجابيكسل واثنين بدقة 5 ميجابيكسل والكاميرا الموبايل كاميرا محترمة جدا وبتعمل عزل للخلفية زي الكاميرات الاحترافية بالزبط وبيجي ببطارية 4500 ميلي أمبير بتدعم الشحن السريع وبيدعم نظام أندرويد 11 ولو عملت أبديت للنظام حيب أنظام أندرويد 12 وده أحدث إصدار للأندرويد بيدعم شريحتين بحجم Nano SIM مقاوم للماء والغبار وممكن تنزل بيه في حمام السباحة بعمق متر ونص لمدة 30 دقيقة وكما مزود بخاصية البصمة التي يمكن تفتح بها الموبايل طيب دي كده كل إمكانيات الموبايل وكما قلت في الأول أنا أحب سامسونج جدا والموبايل حرفيا عجبني قوي ولكن نحن لا نتغاضي عن أي عيوب موجودة في هذا الموبايل سنقول كل شيء العيوب والمميزات لكن يا ترى نبدأ بأول العيوب أم المميزات المميزات أم العيوب أنا أقول نبدأ بالمميزات الأول نبدأ بالشيء الحلوى ونجعل الشيء الوحشى في الأخر طبعا المعالج والرمات هم حاجة عظمة بصراحة على موبايل بالفئة دي المعالج السناب دراجون والرمات التمانية جيجا سيضمنون لك أداء سريع جدا في التناقل ما بين التطبيقات والتصفح وكما لو أنت جيمر وبتحب الجيمز فستطيع تلعب بابجي على هذا الموبايل ده بدون أي تقطيع وعلى أي فريم ريت أنت عايزها نيجي بقى للشاشة الشاشة بصراحة واحد ألوانها محترمة جدا وزي ما قلنا أنها 120 هرتز والدقة بتاعتها 1080 في 2400 ودي حاجة محترمة جدا أما بالنسبة للكاميرات فالكاميرات فعلا احترافية لما يكون معاك كاميرا موبايل بدقة 64 ميجا بيكسل وتقدر تعمل بها عزل أو بلور للخلفية زيها زي الكاميرات الاحترافية الغالية فدي حاجة محترمة جدا زي ديني سيتوريشن وتناسق الألوان بتاع الكاميرا حاجة في منتهى الجمال وأنا حرفيا بحترم جدا الموبايلات المقاومة للمياه أريد أن تنزل حمام السباحة وتتصور وتتشغل بجوة المياه الموبايل ليس سيقول لك شيئا معك على أي وضع معلم وبالنسبة للمساحة الموبايل التي هي 128 جيجا أو 256 جيجا فأنا نرى أنها كافية جدا أنها تشيل ملفاتك وكما تشيل ملفات التطبيقات وبالنسبة لسماعات الموبايل فصوتها ستيريو ونقي جدا وكما عالي وهذا ما ليس موجود على فكرة في موبايلات كثيرة وبجد فعلا تصميم الموبايل نفسه شكله حلو حاجة احترافية بجد أتفاك السباحة تسميا أو 2011 موبايل في المعالج هذا اللاثمير بجد vener الicit يجب أن تصوير بأداء الموبايل وكذلك سيساعدو من أداء الموبايل المverty يحتاج لمهام مساحة الشاشة ليستطعن أن تقومநه telling the frame في المميزات بجد عند قد ضد فمن الميفانن وسوف يجعل شاشة الموبايل أفضل ثالثاً ما هي تخص الكاميرات لو هتلاحظ هنا أن هناك بروز للكاميرات وده سيجعلها عرضة للكسر يعني مثلاً لو انت حاطت هذا الموبايل على مكتب أو شيء ومن غير كفر فممكن تكون الكاميرات عرضة للكسر بشكل كبير بسبب هذا البروز أرخم حاجة بقى أرخم حاجة خنائتني في هذا الموبايل أن أنت علشان تضع كارت ميموري في الموبايل فلازم تستغنى عن شريحة الشريحتين بتوعك المكان الثاني يا إما تضع كارت ميموري في الموبايل أستغنى عن خط من الخطوط اللي معاه أنا عارف أن الموبايل مساحته كبير وممكن لا تحتاج الكارت ميموري لكن لماذا الرخامة؟ يعني لا أفهم والله من أكثر الحاجات التي ضاقتني في الموبايل عارف لو كنت تعرف هذا الحوار قبل أن أشتري الموبايل كنت أشتريه أيضاً لا يوجد مشكلة ولا تفرق بالنسبة لي ومن ضمن عيوب الموبايل أن الموبايل لا يوجد سماعة يعني أنت عامل موبايل صوته تحفة فلازم سماعة لكي نسمع الصوت ونعيش أو ماذا؟ حسناً هذه كانت كل الأشياء التي لم أعجبتني في الموبايل نأتي للكمون الفلوس سعر الموبايل كما قلنا قبل أن هذا الموبايل لديه إصدارين إصدار مساحته 128 جيجا بايت وإصدار مساحته 256 جيجا بايت الإصدار الذي مساحته 128 جيجا بايت سعره 6800 جنيه مصري والإصدار الذي مساحته 256 جيجا بايت سعره 7500 جنيه مصري وعلى فكرة هذا السعر ليس كثيراً على إمكانيات الموبايل يعني حرفياً الإمكانيات الموجودة في الموبايل ممكن تلاقيها في موبايلات بيبدأ سعرها من 12 ألف جنيه وعاوز أقول لك على معلومة والله هناك ناس كثير ما تعرفهاش الموبايل ده في إصدار منه رماته 12 جيجا بس تقريباً محرم على الدول العربية والشرق الأوسط لا أعرفش ليه بينزل في أوروبا وآسيا ما بيجيش هنا ما أعرفش ليه الناس دي مش مكبرون أو ليه مش عارف لكنها كانت كل شيء عن وحش سامسونج ا52s 5G سوف تنتظر الى الفيديو في التعليقات ولا تنسوا الحكات المخلوة لايك والشعر والشير والحركات وأرىكم في فيديو جديد سلام موسيقى